كشف البيت لأبيض أن واشنطن نقل التحذيرا مكتوبا لأجهزة الأمن الروسية من هجوم لمتطرفين وهو واحد من بين تحذيرات كثيرة مقدمة إلى موسكو سلفا ووصف مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت لأبيض جون كير باتهام روسيا لأوكرانيا بالضلوع في الهجوم على قاعة حفلات كروكو سيتي قرب موسكو بأنه هراء قائلا إنه من الواضح أن تنظيم الدولة الإسلامية هو المسؤول الوحيد عن الهجوم أتي هذا في وقت قالت فيه لجنة التحقيقات الروسية إنها كشفت عن دليل يثبت وجود صلة بين منفذي هجوم قاعة الحفلات الذي أسفر عن مقتل أكثر من 140 شخصا لأسبوع الماضي وبين قوميين أوكرانيين فلماذا لم تأخذ موسكو بالتحذيرات الأمريكية المكتوبة من حصول هجمات إرهابية في روسيا ولماذا تصر على توجيه الاتهام لأوكرانيا الهجوم على قاعة للحفلات الموسيقية قرب موسكو الذي أوقع أكثر من 140 قتيلا كان يمكن تداركه هذا ما أوضحه جون كيربي مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض حيث قال في مؤتمر صحفي إن واشنطن نقلت تحذيرا مكتوبا لأجهزة الأمن الروسية من هجوم محتمل لمتطرفين من بين تحذيرات كثيرة قدمتها إلى موسكو سابقا بشأن هجمات متتطرفة على الحفلات الموسيقية والتجمعات الكبيرة في موسكو بما في ذلك تحذيرات كتابية في السابع من مارس قدمته إلى أجهزة الأمن الروسية وسبق أن حذرت السفارة الأمريكية في روسيا مواطنيها قبل أسبوعين من أنها تراقب عن كثب تقارير تفيد بأن متطرفين لديهم خطط وشيكة لاستهداف تجمعات كبيرة في موسكو بما في ذلك الحفلات الموسيقية وأشار كيربي إلى أن القادة الروس يحاولون نشر دعاية وصفها بالسخيفة حول هجوم موسكو الذي تبنه تنظيم داعش مؤكدا أن التنظيم هو وحده المسؤول عن هذا الهجوم تصريحات كيربي جاءت بعد فترة وجيزة من إعلان لجنة التحقيق الروسية أنها كشفت عن أدلة على أن المسلحين الأربعة الذين نفذوا هجوم الجمع الماضي مرتبطون بمن قالت إنهم قوميون أوكرانيون وأنهم تلقوا أموالا وعملات مشفرة من أوكرانيا فيما نفت كييف أي تورط لها في الهجوم نضم إلينا من فرجينيا الديبلوماسي والأمريكي السابق السفير لينكون بلومفيلد على أن ينضم إلينا بعد قليل من موسكو الباحث السياسي أندري أنتيكوف مرحبا بك سيد بلومفيلد هذا التحذير المكتوب من قبل واشنطن للأمن الروسي ولموسكو لمنع هجوم موسكو الذي وقع في كروكو سيتي برأيك هل كان يمكن أن ينقل بطريقة تجعله يحمل أكثر على محمل الجد يبعد عن الفتور والنفور السياسي بين موسكو وواشنطن تحياتي لك وللمشاهدين ما حدث خارج موسكو هو شيء مروع ولا أعرف أحدا في واشنطن يفكر بطريقة مختلفة هؤلاء أبرياء ماتوا ولا أحد يريد أن يرى حفلات موسيقية يهاجمها مسلحون في أي مكان في العالم التعاطف مع الضحايا وعائلاتهم والشعب الروسي سؤالك ماذا كان وراء الرسالة الأمريكية الطريقة التي تفكر فيها الحكومة الأمريكية في هذه الأمور وكنا ننظر منذ 2001 ننظر على تدريب المخابرات الأمريكية للنظر على داعش والقاعدة والمنظمات الأخرى لدينا تحالف من أكثر من خمسين دولة متحالفة ضد داعش في سوريا والعراق وذلك لسنوات مخابراتنا تمحث عن هذه الإشارات القرار في واشنطن كان ماذا حدث لو لدينا هذه المعلومات ولا نقول أي شيء ماذا يحدث لو كان هناك حدث إرهابي في روسيا سيبدو كأن الأمريكيين عرفوا وكانوا متورطين إذن القرار كان يمكن التنبؤ به أن واشنطن ستشاطر المعلومات مع روسيا واضح أن فرنسا أيضا كان لديها معلومات استخباراتية أرسلتها إلى روسيا كان هناك تحذير عبر السفارة في موسكو للمواطنين توقع الحضر لتجنب الحفلات الموسيقية والمناسبات الكبيرة من الصعب أن نحمي ضد الإرهاب هذا يؤسف له أن هذا الهجوم قد حدث هذا الدليل الذي تحدثت عنه لجنة التحقيقات الروسية عن وجود صلة بين منفذي هجوم قاعة الحفلات ومتطرفين أوكرانيين أو قوميين أوكرانيين لما لا ينظر إليه على الأقل بعين الفحص من قبل واشنطن والعواصم الغربية أعتقد أن هناك الكثير من التكهنات ما تسمعه من البيت الأبيض هو أنهم كانوا حذرين لا أحد في واشنطن يعتقد أن أوكرانيا كانت وراء الوجوم المذنبون هم رجال فقراء من طاجيكستان دفع لهم 2500 دولار وقيل لهم أنهم سيحصلون على نفس المبلغ إذا استكملوا الهجوم كانت هذه مجموعة من الرجال غير متطورة وكما رأينا تم التعامل معهم بشكل قاس جدا من جانب المستجبين في موسكو هذا ليس له علاقة بأوكرانيا لا أحد يعتقد ذلك خارج الحكومة خبراء مثلي وآخرين في وسائل التواصل الاجتماعي يبحثون عن احتمالات أخرى لا أريد أن أعمم وتحدث عن نظرية المؤامرة ولكن هناك تاريخ في روسيا عن أجمات سرية ماذا حدث لنافالني وآخرين حتى تفجير موسكو في عام 99 على وجه التحديد في الواقع الخبراء مثلي ينتظرون يريدون أن يروا ما يظهره الدليل كان هناك رجل شرطة خارج أو كان هناك رجال شرطة خارج الحدث هل فعلوا أي شيء؟ هذا هو الشيء الذي ينظر عليه الخبراء الأمريكيون ولكن الخط الرسمي من واشنطن أوكرانيا ليس لها علاقة وننتظر أن نرى التحقيقات الروسية إن أثنتت التحقيقات الروسية من وجهة نظر موسكو أن لأوكرانيا علاقة أو أثبتت أن هناك علاقة مع أوكرانيا سواء أردنا ذلك أم لم نريده ما الذي سينبني على ذلك؟ من وجهة نظرك هذا سؤال نظري من الواضح أنه سيبعث على الانزعاج فكرة الهجوم على مدنيين في قاعد احتفال موسيقي هذا ضد أي شيء؟ أنا فهم هذه الفكرة أنا لا أسأل من هذه الزاوية أنا أسأل هل باعتقادك هل يعني ذلك نوعا من النية أو محاولة إثبات بكل السبل صلة أوكرانيا لتحقيق أغراض ميدانية من قبل روسيا ما الذي ستفعله موسكو ويمكن أن تفعله موسكو في حال حتى أثبتت وإن بطريقة بداية أن هناك صلة مع أوكرانيا الولايات المتحدة قلقة جدا بشأن المنقف في أوكرانيا الطريقة التي تطرح فيها السؤال تتطلب إجابة أكثر تعقيدا السؤال ماذا سيفعل بوتين الآن هل سيحشد من أجل الحرب هو لن يسمي هذا عملية عسكرية خاصة يستطيع أن يجند المزيد من الناس من روسيا لمحاربة أوكرانيا هل يستطيع أن يفرض قيود في البلاد حتى يخلق حالة من الطوارئ في روسيا هو قال المهاجمون الأربعة كانوا يهربون باتجاه أوكرانيا ولكن نعرف أن آلاف الجنود وحقول الألغام موجودة على الحدود إذن هذا شيء خطير حتى لو كانت أوكرانيا متورطة هؤلاء لن يذهبوا باتجاه الحدود الأوكرانية لا يمكن أن يهربوا ويصلوا أوكرانيا هذا سؤال مثير للاهتمام ماذا حدث هنا وماذا فعل الرئيس بوتين هو ليس لديه القدرة العسكرية للهجوم على قوة ربما تكون في وسط آسيا طاجكستان أفغانستان ليس لديه القدرة الآن سيكون هذا صعبا علينا أن ننتظر ونرى ولكن لا نعتقد أن هناك أي شيء وراء المزاعم أن أوكرانيا كانت متورطة هذا غير منطقي وما قالوه حتى الآن ليس منطقيا أن الرجال الأربعة كانوا متجهين إلى الحدود الأوكرانية هم من الطاجيق ولا يتحدثون اللغة والمصار غير آمن ربما كانوا يتجهون باتجاه روسيا البيضاء بلاروسيا حتى بلاروسيا هي ليست بيتا آمنا بالنسبة لهم في هذه الحالة وفي الظرفية الحالية هل هناك آلية لم تخفى أو لم تتعطل بسبب أي وجهة نظر سواء حول أوكرانيا أو وجهة نظر سياسية ما بين موسكو وواشنطن من خلالها يجري التنسيق الأمني وتأخذ المخاطر الأمنية وتهديدات الإرهابية على محمل الجد هذا صعب جدا ومنذ بداية العمليات الروسية في أوكرانيا في فبراير 22 الشخص الوحيد الذي بإمكانه إنهاء الحرب عندها كان بوتين أوكرانيا ما كان يمكن أن تفعل أي شيء حتى لو قالت نريد التوقف الآن روسيا ستستمر تريد المزيد من الأرض تريد كييف أوكرانيا ليس أمامها خيار تقدمه لروسيا وهي بالطبع لا تريد ذلك هي تريد إنقاذ أراضيها إذن بوتين هو مركز القضية برمتها وهو يفعل هذا من أجل مصلحته ومعظم تفسيراته غير منطقية تاريخيا وواقعيا عليه أن يتوقف وفي واشنطن هناك قلق شديد نريد اعتماد تشريعات في الكونغرس توفر التمويل حتى نستمر في مساعدة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها ضد روسيا لاحقا هل يتعين على الإدارة الأمريكية تخلق آلية أخرى مغايرة كانت عندما تفتر العلاقة مع موسكو تبلغ أقصى درجات الفتور يقال القنوات الأمنية والعسكرية يحافظ عليها بشكل مفتوح لا تغلق هل ما زالت هذه القنوات برأيك مفتوحة بالحد الذي يسمح بالاستماع لمعلومة أمنية وتصديقها والعمل عليها لا أعرف كيف يفكرون بالنسبة لتحذير منا لا أعرف إلى أي حد كانوا يعرفون لو لم يعرفوا أي شيء التحذير الأمريكي كان يجب أن يكون مفيدا وأن يؤدي إلى المزيد من الأمن لا تنسى القاعة الموسيقية كانت خارج مدينة موسكو وبالتالي هي تحت سلطة مختلفة لكن هناك قنوات اتصال مع روسيا وهناك اختلاف ولكن هي عضو دائم في مجلس الأمن وسفيرهم يجلس إلى جانب سفيرنا لدينا سفارة هناك لديهم دبلماسيون هنا هناك الكثير من القنوات الكثير من الروس جاءوا من مراتب عليا في موسكو وهم هنا وفي أوروبا هناك قنوات كثيرة للتخاطب وهذه ليست مشكلة السؤال كيف تقنع الرئيس بوتين أن يغير من طرقه هذا هو سؤال مختلف ولا نعرف من يصدق ولمن يستمع انظر على ما حدث لرئيس مجموعة فاغنر إذن حتى داخل روسيا كبار المسؤولين قد لا يحظوا بثقة الرئيس بوتين إذن الموقف صعب جدا هل ستتصرف الولايات المتحدة في حال سعى بوتين بكل جهده لتوظيف هذا الهجوم قبل هؤلاء الأربعة في كروكو سيتي وسعى لتوظيفه بربطه بأوكرانيا ومحاولة في المقابل شن هجوم أو فتح الحرب على كل الاحتمالات في الميدان الأوكراني كان يخضع لضغوط كبيرة منذ بداية الحملة والتقديرات هي أن 350 ألف رجل إما قتلوا أو جرحوا وهذا عدد كبير جدا أيضا لو نظرت على وزارة الدفاع البريطانية أو الأوكرانية قائمة الطائرات والدبابات والسفن التي دمرت في هذه الحرب ضد أوكرانيا هذه القائمة كبيرة جدا إذن موسكو خسرت قدراتها الحربية والقلق هو التصعيد إلى مستوى أعلى كانت هناك تهديدات بالتصعيد النووي تهديد لأكبر محطة نووية في أوروبا زابريتشا في أوكرانيا وكان هناك حادث يتعلق بالإشعاع نتيجة لتعامل الروس مع المحطة هذه أشياء تقلق كل من يعيش في أوروبا لأن سلامتهم تعتمد على تجنب أي حدث أو تصعيد نووي لا أعرف ما يمكن لروسيا أن تفعله ولكن لو الرئيس بوتين قرر أن يعلن النصر وأن يسحب قواته فالعالم يريد أن يسوي الأمور وأن يهدئ الأمور وأن يجعل أوروبا أكثر سلامة ويتجنب كل هذا الضرر والتكلفة والتصعيد الناس تريد ذلك ولكن كل هذا في يدي الرئيس بوتين لينكلن بلومفيلد الدبلوماسية الأمريكية السابق كنت معنا من فرجينيا شكرا جزيلا لك وأعتذر أيضا كان يفترض أن يكون معنا بموسكو البحث السياسي أندريا أنتيكوف لكن يبدو أن مشكلات حالة دون التحقه بنا نشكره على كل حال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر روسيا سلسلة من الهجمات الصاروخية على البنية التحتية الحيوية والطاقية في وقت ارتفعت فيه حدة الخطاب الروسي خلال الساعات الماضية مع تلويح الرئيس الروسي بلاديمار بوتين باستهداء في أي دولة تنطلق منها طائرات أف سي 13 التي يتوقع أن تتسلمها أوكرانيا قريبا لا يزال استخدام المسيرات في الحرب الروسية على أوكرانيا واحدا من أبرز وسائر القتال التي تستخدمها موسكو لشن هجماتها على معظم المناطق الأوكرانية وآخرها ما أعلن عنه سلاح الجو الأوكراني الذي أشار إلى إسقاط 26 مسيرة روسية أطلقت باتجاه شرق البلاد وجنوبها فجر الخميس سلاح الجو أفاد بأن المسيرات التي أطلقت من منطقتين كورسك وكيب تشودا الروسيتين في شبه جزيرة القرم كانت من طراز شاهد الإيرانية وقد أسقطت فوق مناطق أودسا وخركيف ودنيبرو ترويسك وزابوريجيا ما تسبب بأضرار طفيفة كذلك أعلن سلاح الجو الأوكراني ناموسكو أطلقت ثلاثة صواريخ كروز من طراز كي ايش 22 وصاروخا مضادا لرادار من طراز كي ايش 31 بي فضلا عن صاروخ أرض جو من طراز أس 300 باتجاه أوكرانيا خلال الليل دون أن يقدم تفاصيل إضافية في هذا الوقت كانت وزارة الدفاع الأوكرانية تتحدث عن سلاح جديد استخدمته موسكو في القصف التي طاول مدينة خركاف الأربعاء وأسفر عن مقتل عدد من المدنيين مشيرة بحسب متحدث باسمها إلى أن القوات الروسية ألقت نوعا جديدا من القنابل الموجهة وصفها باسم UMPPD-30 متهما موسكو باختبار أسلحتها الجديدة على منازل المدنيين وفي سياق المرتبط نقلت وكالات أنباء روسية عن الرئيس فلاديمير بوتين تأكيده أمام الطيارين العسكريين أن تزويد الدول الغربية لأوكرانيا بطائرات F-16 لن يغير الوضع في ساحة المعركة مشيرا في هذا الإطار إلى أن إطلاق تلك الطائرات من أراضي دولة ثالثة سيجعلها هدفا مشروعا وذكرت الوكالات أن بوتين قال إن المقاتلات يمكنها حمل أسلحة نووية وسيتعين على موسكو أن تأخذ ذلك في الاعتبار في تخطيطها العسكري